طيب إذا ما انتقلت إلى الدكتور أيمن خالد مزيد من القتل مزيد من التدمير مزيد من الانتهاكات نتحدث عن مجزارة جماعية في ساحة مجمع الشفاء أكثر من 210 حتى الآن تم إيجادهم مدفونين في مقابر جماعية حتى ليسوا مدفونين بجانب بعض يعني الجيوسس تخرج واحد هنا وواحد هناك هذه المجزارة هل من الممكن أن نتحرك لها العالم؟ شوف ما يحصل في عموم الأراضي الفلسطينية وبمقدمتها اليوم ما يحصل في غزة وأن كان أشار الأخ سامر وهو متخص بهذا الشأن هو نظرة الحقيقية العدوان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية إسرائيل تنظر إلى الملف الفلسطيني عموما نظرة واحدة يعني هي عندما تتصرف في غزة فهي تعلم بأن حتى المناطق التي تخضع يعني للسلطة الفلسطينية بل حتى المناطق الموجودة ضمن ما نسميها بالـ 48 هم يعرفون أن الشخصية الفلسطينية مفهوم أو عقيدة المقاومة لدى الشخصية الفلسطينية هي متأصلة لديهم ولذلك فهي تعرف بأن مواجهة الحدث الفلسطيني بأي مكان وفي أي لحظة من لحظات الزمان هي تعلم بأن هذا الحق هو مكفول بموجب القوانين الدولية بل ومكفول بقوانين الشريعة بأنه من تنتهك أراضيهم من يعني تنتهك أماكنهم وعراضهم وكذا هم لديهم الحق بالنتيجة في موضوع المقاومة على كل حال يعني ما يحدث الآن في غزة نحن نتوقع بأن المزيد ربما من الجثث أو الجثث الشهداء أنه التي لم يتم العثور عليها في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة أو ربما البعض منها لم يسجل لأن حالة العبثية التي قامت بها قوات الاحتلال في عملية قصفها وعملية مواجهتها لأهلنا في غزة هي عملية لم تسجل بهذه الوحشية تكون بالتاريخ لذلك هذه الإجرام الصهيوني بحق أهلنا طبعا سيكون وإن كان في هذه الوقت نحن نقول ما جاز لعذر بطل بزواله يعني إذا كانت القوة الحاكمة الغاشمة تعطل بعض القوانين الدولية لكن هذا الحق سينهض بالنسبة للضحايا في فلسطين عندما على الأقل في الفترة المقبلة التي سيكون هناك اختلاف في ميزان القواء العالمية وسيخضعون إلى المحاكمة الدولية لأنه القتل والعمليات الإجرامية الدولية هي غير قابلة للتقادم ستنهض في أي وقت من الأوقات